دور الرياضة في حماية وتمكين اللاجئين والنازحين هو عنوان ورشة نظمتها جمعية قطر الخيرية بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية والوكالة الألمانية الدولية للتنمية وتناولت الورشة التحول نحو الرياضة في المجتمعات التي مزقتها النزاعات وهمية استخدام الرياضة لتحقيق أهداف السلام والتنمية تم تدريبهم تم كذلك الاهتمام بالمدربين الذين داخل المخيم أيضا لتنفيذ البرامج بواسطتهم ذلك تم على عدة شهور وانتهى بأن هؤلاء الشباب كوانوا فريق سمي حلم سوري هؤلاء الشباب ذهبوا إلى قطر مكثوا في سكان الأكاديمية لمدة قارب الشهرين تمتعوا بكل أنواع التدريب والتعليم والتنمية كل ذلك مكنهم وحولهم من مجرد هوى إلى صح التعبير نواه للاعبين إن شاء الله في يوم من الأيام لاعبين على مستوى احترافي تم خلال الندوى التي تحدث فيها مسؤولون من منظمات دولية إنسانية وخبراء مختصون في العمل الإغاثي والخيري استعراض الإطار العالمي لتعزيز الرياضة والآفاق التي يمكن أن تخلقها الرياضة من أجل حياة أكثر كرامة للاجئين والمشردين والتحديات التي تواجه استخدام الرياضة كآدات للتنمية قطر الخيرية شريك دولي مهم جدا في تحقيق هذه الأهداف المستدامة وفي نفس الوقت أيضا أن أيضا قطر الخيرية دائما لديها مبادرات لديها أيضا أفكار ومشاريع وبرامج نوعية تفكر خارج الصندوق من أجل تغطية الاحتياج الكبير والمتزايد في مناطق الصراعات والنزاعات وقعت قطر الخيرية في ختام الورشة على مجموعة من اتفاقيات التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ومنظمة الهجرة التولية بالإضافة إلى اتفاقيات إطارية مع منظمة اليونسيف